مدينة فريدة من نوعها تجمع بين أرقى التقاليد الإنجليزية والأنشطة المتعددة الثقافات ارتبطت شهرتها بالعديد من الشخصيات أبرزهم الملك تشارز الثالث أما رياضيا فقد أنجبت هذه المدينة العتيقة الحارسة بيتر شيلتن والمهاجمة غاري لينكر لكن اسم المدينة أصبح أكثر تداولا في الساحة الرياضية على الأقل بعد النتائج غير المتوقع لفريقها سيتي الملقب بالثعالب والذي يتربع على قمة ترتيب الدور الإنجليزي الممتاز للاستر تاريخ نفتخر به يمتد لألفين سنة ومشهير كتر من أبناء المدينة ولكن ما حدث في القرن الواحد والعشرين يضاهي ما شهدته المدينة في القرون الماضية لا حديث يعلو حديث الإثارة ومفاجآت لسر سيتي التي لم تخطر على بال أحد بعدما كان الفريق مهددا بالهبوط الموسم الماضي مدينة لسر تعتز برياضيها وبما حققوهم من إنجازات تعد على أصابع اليد الواحدة وزاد فريقها الكروي لسر سيتي مفخرة بالمنافسة المفاجئة كبار أندية الدور الإنجليز الممتاز على صدارة ترتيب أشهر الدوريات في العالم فريق لسر سيتي الذي يعيش حلما جميلا لا يريد الاستقاظ منه يكسر هيمنة الأندية الأربعة الكبار للمضي قدما في مصاري مذاعبة كأس البريمير ليك لكن الرحلة المليئة بالتحديات يعتبرها مناصر النادي مصدر إلهام لإثبات أحقية في المنافسة ومواصلة الحلم الجميل سر نجاح الفريق هو الروح الرياضية ومن ورائه المشجعون باداء رائع لا أحد يستطيع أن يقفنا منذ إبريل الماضي لدينا عناصر جدية بلاياقة عالية فمحرز وفاردي وكانتي من العناصر الأساسية التي خلقت متاعف في دفاعات منافسين وتسجيل الأهداف الجميع يؤكد على المستوى الرائع لليستر بفضل متصدر الهدافين جيمي فاردي والمتألق الجزائري رياد محرز في قيادة الفريق إلى قمة الدوري لكنه لن يكون معيارا للتتويج باللقب خصوصا وأن فرقا سبقت أن تصدرت الترتيب بعد انقضاء أكثر من نصف مباريات الموسم ليتراجع أداؤها وتحتل مراكز في وسط الترتيب مصطفى زارو العربية من مدينة لستر شرق وسط إنجلترا اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى